السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم سعيدة بلقياكم مجددا على قناة سعاد تيفي كنتمنى من كل قلبي يلقاكم هاد الفيديو و انتم مفأة من الصحة والعافية ان شاء الله كنشكركم جزيل الشكر لحس المتابعة على تعاليكم الجميلة والطيبة وعلى اللايكات ديلكم الله يحفظكم والله يجزيكم عني بألف خير اليوم ان شاء الله سنحضر معكم بسبوثة رائعة جدا قدروا نحضرها للفطور او للقوتي كتبقى واحد البسبوثة اللي غنية منعيشة بمداق البرتوقل كتجي ناجحة مليون بالمئة كتجي زوينة زوينة معلكة و كتدف الفم كنتمنى ان شاء الله انكم تبعوا معي تعرفوا على المكونات و طريقة التحضير فاول حاجة كنحضروا مع بعض الصينية او للمول اللي غدي نحضروا فيه من بعد غدي تشوفوا القيص ديال هاد اللاطة اللي غدي ندير فيها وبسم الله على بركة الله نبدو باستعراض المقادر و طريقة التحضير في نفس الوقت غدي نحتاجوا بيضة واحدة متوسطة غدي نحتاجوا نصف كأس من السكر حلوة دائما كتبقى على الرغبة و الدق ديالكم بنسبة البسبوثة دينا ما كتجيش حلوة نهائيا ملعقة صغيرة من قشور البرتوقل محكوكين غدي نخلط بشكل جيد بالمكسور ممكن تخلطوا بأي خلط كهربائي بعد ما خلطنا البيض والسكر و قشور البرتوقل جيدا غدي نضيف نصف كأس من الزيت رشة من الملح رشة صغيرة و غورة علباء من الياغورت من وزن 110 غرام بنسبة الياغورت اللي ضفت نكهة ديالو ديال الفاني بنسبة لنكهات على حساب المتوفر عندكم و كأس من عصير البرتوقل بنسبة للكاس نفس الكاس اللي عبرنا به كل المكونات فالسوائل كالقياس ديالو 150 ميلي لتر غدي نواصل الخلط بالمكسور بشكل جيد حتي نسجموا المكونات ثم غدي نضيف كأس من الكوك ما يعادل 50 غرام كيف كتعرفوا الكوك خفيف بزف كأس ديال الكوك القياس ديال 50 غرام و غدي نستمر بالخلط بشكل جيد هذا هو السر أن فش يكونوا الحريشات أو لبس بوسة اللي يكون فيها الكوك من الأحسن المكونات السائلة مع الكوك يتطحنوا بشكل جيد بالمكسور أو بالهاشوار يعني أي خلط اللي يكون فيه المواسي تحلينا ذاك الكوك مزيان يكون أحسن بش داك الكوك يجي معلك وما كيجيش باين باين ولكن كيعطينا تجاه هائلة جدا من بعد ما طحنت بشكل جيد الكوك وما بقاش باين كيبقوا باينين غيفتي وتديالو صغير ورن غدي نبدأ نضيف السميدة فالسميدة غدي نضيفو كأس وانس طبيعة الحال غدي نضيفو الكأس الأول ونخلطو بالنسبة الكأس ديال السميدة أو السميدة المتوسط فهد الكأس القياس ديالو 130 غرام غدي نزيد نصف كأس أي ما يعادل كأس وانس فقط في هاد البسبوسة بالنسبة القانون للبسبوسة مخصوش يكون قاسح يكون خفيف غدي نضيف كيس من الخامير ما يعادل 8 غرام وغدي نستمر بالخلط غدي نشوفو معايا القاوم كيف خاصو يكون وفاش كنضيف السميدة فكن بدأ نخلط غير بالخلاط في القاوم ديال بسبوسة ديالك يكون على هاد الشكل ماشي قاسح نوعا ما خفيف غدي ناخد اللاطة للقياس ديالها 24 سنتيم اذا عندكم صغر من هاد القياس عملوا فيها غير فقط كل ما كان القياس صغر غدي تجيكم عالية كل ما كان القياس كبير غدي تجيكم رقيقة لكن ما تديروش كبار من هاد القياس ديال 4-24 سنتيم فهاد القياس هو المناسب من هاد الكمية اللي اعطيتكم دارول اللاطة ما تكون مدهونة بشكل جيد ومرشوشة بستميدة وغادي نوزع الخليط في الصينية وكيف كتشوفو يعني الخليط ديالنا ماشي قاسح يعني كيتمشبوح ديتو بالنسبة للقياس ديال هاد البسبوسة كتجي عالية بواحد سنتيم لكي جي القياس ديالها مزيون بزاف وحليلو لا في الاكل ولا في المنظر بعد ما كنوصل الخليط لجميع الجوانب كنحاول هكا نضربها مع سطح العامل غادي ندخلها للفران اللي مشعل من الاسفل يعني غادي نحطها في الفرن الفرن يكون مشعل غير من الاسفل نار مهيلة حتى كتتتحمر والطيب من الجوانب بهاد الشكل يعني كتنشوف الوجه ديالها تماما وكتبتت تحمر من الجوانب غادي غادي نشعلو عليها من على الوجه اولا نهبطها للأسفل باش شد لنا واحد اللون احمر غادي نحضر مع بعض واحد الكريمة او لوحة السيرو يعني كريمة وصيرو في نفس الوقت غادي نوضع كأس من عصير البرتوقل جوج المعالقة ديال السكر يكونوا مملوئين انا زيت واحد شوية غير حيث مملأتش المعالقة اللولي غادي نخلط قليلا وغادي نضيف ملعقة من الكريم باتيسير اللي ممكن تعملوا الناشا فالملعقة متوسطة مش الملعقة كبيرة غادي نخلط بشكل جيد وغادي نوضعهم فوق النار يعقدوا بالنسبة العصير البرتوقل لا اللي استعملت في البسبوسة ولا اللي في الكريمة عصير طبيعي ممكن يدام توفار الجاهز دعم له بحل بحال يعني تحصلوا ان شاء الله على نفس النتيجة لكن كي بقى طبيعي يكون احسن غادي اقلبت معاكم البسبوسة باش تشوفوها كي كتجي من الاسفل غادي نوضع عليها واحد القطعة من ورق الالمنيوم وغادي نرجعها في اللاطة لانني غادي نقدمها في اللاطة لهذا وضعت الالمنيوم من الاسفل باش هكا فاش تبغي تقسموا لاي حاجة اللاطة او الصينية ما كتدررش بالسكين الكريمة دينا عقدات غادي نخليها على جانب وغادي ناخد واحد الشوكة وغادي نطقب جيدا لبسبوسة باش مشاء الله تشرب لنا الكريمة من بعد ما تقبتها بشكل تام من الجوانب ومن الواسط غادي نصب الكريمة وغادي نوزع الكريمة من الجوانب ومن الواسط والكريمة كتكون عقدة نوعا ما يعني ما كتهبطش بزاف مع الجنب يعني انتم وما اللي يخصكم توزعوها وهذا الكريمة كتبقها كعطية وحط طبقة زوينة بزاف بزاف من على الوجه وايضا لبسبوسة دينا كتشربها وكتجي مسقية وزوينة مباشرة والكريمة قبل ما تعقد غادي نقصم معاكم باش نيت ذاك الكريمة كتهبطها كمع الجوانب وكتزيد تشربها فبالنسبة للقطاع دائما كيبقى على حساب الشكل اللي كتبغي تقطعو به مستطيلات او مربعات اللي بغيتو فانا قسمتها بشكل مربعات كبار شوية التزين دائما كيبقى اختياري فبالنسبة اللي ما غاديش يبغي ديرها تسقيه مع هاد الكريمة ديال عسر البرتوقل ممكن يعني تزينه غير بالمربع او بالعسل اللي بغيتو خديت هنا الكوكو وغادي نزينها ككل قطعة بالنسبة الكوكو من الاحسن اذا كنتو غادي تقدموها حتى الوقت اخر من الاحسن الكوكو يعني حتى تبغيو تنزلوها او لتقدموها عادي عملو للكوكو لانا مع الكريمة معي لحطيتوها فالتلاجة فالكوكو ما كيبقاش محافظ على القرمشة دياله يعني التزين ديال الكوكو خليوا اخر مرحلة حتى تبغيو تقدمو البسبوسة ديالكم البسبوسة ديالنا كتجي لها تشكل كتجي عليها بسنتيم كتجي زوينة بزاف كتجي الشيشة وكل ما بقت يعني يوماين ثلتيام كتجي تشرب ذاك البرتوقل وكترتب فقط يعني ضروري تغطيوها بشكل جيد باش تبقى محافظة على القوام ديالها وعلى الرطوبية ديالها صدقوني هاد البسبوسة ان شاء الله اذا جربتوها غادي تعجوكم بزاف 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 لان فعلا فعلا كتستحق تجريبة مكونات بسيطة كنحصلوا على بسبوسة بحجم عائلي اللي دوما تشبعوش منها مدق البرتوقل كيجي فيها مركز وكيجي فيها هائل وكنحضروها في واحد الوقت قياسي فكنتمنى انهي تكون واضحة لكم كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها لانهي تستحق التجريبة كنتمنى لكم دائما وابدا دوام الصحة والعافية شكرا لكم استودعكم الله دمتم في رعايت الله